يا اهلا بيك يا صديق العزيز في فيديو جديد بعد اما احنا عرفنا ايه هو الاي دي اي دلوقتي عاوزين نشوف ايه الامكانيات اللي احنا محتاجينها كجهاز عشان ننزل الاي دي ايز التلاتة اللي احنا تكلمنا عنهم المرة اللي فاتت اللي انا برشح لك انك دايما تستخدم واحد فيهم طبعا واحدة واحدة كده مع بعض اول حاجة هنشوفها اللي هو الفيديو الستوديو اللي هو اللي انا هشتغل بيه عشان تنزل فيديو الستوديو على جهازك فانت جهازك محتاج يكون 8 جيجا رام ومحتاج تفضي مساحة في الهورد ديسك 20 جيجا بايت يعني لو انت عندك 20 جيجا بايت مساحة فضية على الهورد ديسك تقدر تستخدم الفيديو الستوديو وانت ما عندكش اي مشكلة تمامة وطبعا يفضل ان انت تكون الويندوز بتاعك على احدث نسخة ويندوز موجودة سواء ويندوز 10 او ويندوز 11 اللي هم موجودين في وقت تسجيل الحلقة دي او لو في ويندوز احدث موجود حدث الويندوز بتاعك على احدث حاجة انت كديفلبر بشكل عام يفضل ان انت تكون بتستخدم احدث سوفتوير موجود عموما في السوق انا ما عنديش الامكانيات دي بس اعاوز ابتدي اشتغل C++ معاك يا بشواندس عادي فيه امكانيات افضل او فيه برنامج ممكن يسهل عليك الدوني اكتر هقولك ايوة موجود فيه موجود عندي الكود بلوكس اللي انا قلتلك انا هنزل قولك برضو ولو انت عايز تشتغل بيه براحتك اشتغل بيه عادي مفيش اي مشكلة الكود بلوكس بيحتاج 4 جيجا رام وبيحتاج مساحة الهاردسك 5 جيجا فقط لا غير فتخيل انت النهاردة يعني ممكن تشغله على جهاز امكانياته ضعيفة جدا واعتقد ان يعني مفيش اضعف من كده او مفيش اقل من كده ممكن تشغل بيه يعني هتقولي لأ السواني يا بشواندس علي انا الجهاز بتاعي اضعف من كده فما تتريقش علي انا الجهاز بتاعي اقل من كده وانا برضو عايز اشتغل وتعلم او انا بتعلم بالموبايل اتصرف ازاي في الموضوع ده اقولك يا صديق العزيز استخدم online compiler وفي الحالة دي اي امكانات بقى هتمش معاك ان شاء الله حتى الموبايل واحنا هنجرب التلات حاجات مع بعض وهنبتدي الاول بالفيديو الستوديو اللي انا هشتغل به ونشوف ازاي نعمله installation على الجهاز بتاعنا ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل download للفيديو الستوديو على الجهاز بتاعنا اول حاجة انت هتحتاج تزور الموقع بتاع microsoft اللي هو visualstudio.com تمام ده اللينك بتاعه ولو انت كتبت يعني على البراوزر بتاعك visualstudio.com هيفتح معاك وما فيش اي مشكلة هتلاحظ ان فيه versions كتير من الفيديو الستوديو في وقت تسجيل الحلقة دي احنا هنستخدم فيديو الستوديو 2022 وهنستخدم الcommunity edition مش هنستخدم اي edition تانية لان هي دي النسخة الفري اللي موجودة ولو سمحت بلاش تتزاكة وتنزل الprofessional او الenterprise عشان يعني انت اللي هتزعل بعد شوية هتبص تلاقيه بيقفل معاك وبيحتاج منك الكي وهتلاقي نفسك محتاج تنزل crack وانا ما انصحكش ابدا ان انت تستخدم crack حتى في فترة التعلم وتستخدم ليه crack وانت عندك نسخة مجانية اصلا فهننزل النسخة الcommunity اللي هي انهي نسخة النسخة دي بص انا بشورلك عليها بالسهمة دلوقتي وطبعا هننزلها مع بعض كمان يعني هنعمل كل ده بايدنا مع بعض بس انا بوريكي الخطوات مش اكتر عشان تنزل visual studio بتنزل installer عندك وفي بعض ال specifications اللي انت محتاج تحددها اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل ايه هنحدد اللي هي desktop development with c++ اللي هي الحتة دي اللي انا مشاور عليها بالسهم دي هي دي اللي انت محتاج تعلم عليها عشان تنزل بس c++ ارجوك ما تنزلش حاجات تانية لان اي حاجة زيادة هتنزلها هتاخد مساحة اكبر على ال hard disk بتاعك واحنا مش عايزين نمنالك ال hard disk بتاعك انت لسه في البداية انت لسه بتتعلم فمش محتاجين ان احنا ننزل لك يعني حاجات كتير ونمنالك الايه ال hard disk بتاعك طيب بعد كده هتدوس install هينزل visual studio بتاعك ويفتح بالمنظر ده هتقول لي طب انت كده خلاص عرفتني ال installation ولا هتديني خطوات اكتر لا يا باش انا مش هسيبك انا معاك خطوة بخطوة انت لسه بتبتدي ولازم اوضح لك كل الخطوات يلا بنا بقى نجرب مع بعض الكلام ده step by step دلوقتي انا هفتح الموقع بتاع الفيديو الستوديو هقول له www.visualstudio.com ده الموقع بتاع الفيديو الستوديو هتلاقي الموقع فتح قدامك ودي فيه عندك الفيديو الستوديو وفيه عندك الفيديو الستوديو كود ده كود اديتور يا جماعة ده كود اديتور ده مش IDE ده هو ال IDE انا محتاج ال IDE لانك لو انا نزلتلك الفيديو الستوديو كود هتلاقي ان فيه خطوات كتيرة انا محتاجة عاملها وانا مش عاوز ادخلك في التفصيلة دي يعني التفصيلة دي رخمة وبيخة وانا مش عاوز ادخلك فيها فانا هقول له download visual studio عندي ثلاثة additions عند الcommunity عند الprofessional عند الenterprise انا هستخدم ايه ايوة سمعت كنت بتقولها هستخدم الcommunity مزبوط هدخل عليها دلوقتي بدأ الdownload خلاص نقدي الinstaller بتاع الفيديو الستوديو نزل هفتح الinstaller طبعا انا اصلا منزل الفيديو الستوديو بالفعل فانا يعني يا دوبك بس ايه هعمل update للinstaller وهوريك الحاجات اللي انا محتاجة نزلها عشان يبقى معايا C++ نازل والدنيا تمام بعد اما نزلت الinstaller هنا بيقول ان انت محتاج تعمل update للفيديو الستوديو بتاعك طبعا انا هعمل update بس مش دلوقتي انا منصحك ان دايما الwindows بتاعك والفيديو الستوديو بتاعك يكونوا على احدث اصدار حاول ان انت تستخدم الاصدارات الحديثة لانا بيكون فيها تجديدات وحاجاتها تفيدك كمبرمج انا دلوقتي مش هعمل update طبعا وعشان اوريك انا ازاي هنزل الحاجات فانا هعمل modify طبعا انا عشان منزل نسخة بالفعل يعني فانا هعمل modify وهنا انا منزل ايه اهي desktop development with C++ بعلم على العلامة دي كده شايف العلامة دي هي دي اللي انا بعلم عليها بالزبط وروح اقيل له ايه اقيل له install طبعا هتلاقيني انا منزل حاجات كتير جدا انا منزل هنا الasb.net ومنزل الpython ومنزل يعني ال.net ماوي ومنزل حاجات كتير انت ملكش دعوة بالحاجات دي ما تعلمش على اي حاجة غير دي لانك اي حاجة تانية هتعلم عليها هتكبرك المساحة على الhard disk اعمل install وهو هيبتري يعمل install مع نفسه وهينزل كل حاجة مطلوبة منه بعد ما تخلص الinstallation هيبقى مطلوب منك انت تعمل ايه تعمل launch عشان تشغل الفيديو الستوديو الفيديو الستوديو دولتي هو يشتغل كنه احنا شغلنا الفيديو الستوديو بتاعنا محتاجين بس ان احنا نعمل new project نعمل project جديد عشان نشوف الفيديو الستوديو بتاعنا اخباره ايه وده هنعمله مع بعض في الفيديو اللي جاي هنعمل new project وهنتعرف مع بعض على البيئة بتاعت الفيديو الستوديو ونشوف ازاي حنستخدمها استخدمها الموضوع بسيط و سهل جدا وكل حاجة هتبقى مفهومة بس انا كل اللي طالبه منك قبل ما تفتح الفيديو جديد بعد اذنك نزل الفيديو الستوديو على جهازك لو كان جهازك امكانياته تتناسب مع الفيديو الستوديو لو امكانياته لا تتناسب شوف الفيديوهات اللي جاية اللي هتتكلم عن الكود بلوكس وان شاء الله بإذن الله يكون مناسب مش مناسب شوف الانلاين كومبيلر اللي احنا برضه هنتكلم عنه كمان كم فيديو جايين الموضوع ان شاء الله بإذن الله هيكون بسيط جدا معاك ما تقلقش خالص انا جنبك في كل حاجة في اخر الفيديو اتمنى ان انت تكون استفدت وعشان تستفيد اقصى استفادة ممكنة بفكرك تشترك في منصة الكورسات بتاعتنا وضيف الكورس للحساب بتاعك عشان تستفيد من كل الخدمات الاضافية اللي بنقدمها هناك اللي بتتمثل في 70% من الاستفادة هتلاقي خطوات الاشتراك واللينك موجود في الديسكريبشن واشوفك على خير سلام عليكم